بيان صادنا القيادة المشتركة للجيس السوري حرب الداخل أن القيادة المشتركة للجيس السوري حرب الداخل تنفي بقوة وجود أي مسؤولية لوحداتها وتشكيلاتها في عملية اختطاف اللبنانيين في محافظة حلب وتقوم القيادة ببذل كل جهود تحديد بقان المخطوبين والعمل على تحريرهم أن القيادة المشتركة للجيس السوري حرب الداخل تدين وتستنكر كل أعمال الخطب بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المذهب وتشدد على الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اللبناني التي لن تتأثر بدعم أطراف لبنانية لن أنظم الطاغية ووقوفها أعلنا ضد الشعب السوري وتورته المجيدة إننا نستغرد من تورط بعض الفئات اللبنانية بأعمال موثقة ضد شعبنا وتورتنا ونأمل أن تعود عن الطريق الضالة قبل فوات الأوان ونلبت انتباه الرأي العام العربي والدولي حيال عوضاء الكثير من السوريين من أنصار الثورة في لبنان الذين تعرضوا للاضطهاد والخطف والقتل ونحذر أنه في موازات علائنا للقيم الإنسانية وعملنا لتحرير مخطوبين لن نسكت بعد اليوم عن أي عمل يطال السوريين من قبل بعض الأطراف اللبنانية ونطال بالدولة اللبنانية بتحمل كائم المسكوليات في رعاية وحماية اللاجئين السوريين في لبنان عاش السورية وعاش لبنان وتسقط الوصايا والظلم والاستبدال أنا عقيدة الطيار بكم قاسم سعد الدين الناطق الرسمي لإسم القيادة المشتركة للجيس السوري حرب الداخل قائد المجلس العسكري في مدينة حمص وريبوة بالقديمقة موسيقى